العلم والعقل يوماً قد اختلف العلم والعقل يوماً قد اختلف من منهما قد أحرز الشرف فقال العقل فقال العقل أنا أحرزت غايته فقال العلم أنا الرحمن بيعرف العلم والعقل يوماً قد اختلف من منهما يا ترى قد أحرز الشرف فقال العقل أنا أحرزت غايته أنا وصلت للنهاية فيه فقال العقل أنا أحرزت غايته فقال العلم أنا الرحمن بيعرف يعني أنت بتقول الله عليم الله عالم الله عليم مش كده ولا إيه علام الغيوب إنما تقولش الله عقل حشى لله إنما نقول الله عليم فقال العقل أنا أحرزت غايته فقال العلم أنا الرحمن بيعرف فبيّن العلم تبيناً لا مثيل له فقبل العقل رأس العلم وانصرف يعني ثلاث أبيات لخصوا الحلقة لخصوا الموضوع كله العلم والعقل يوماً قد اختلف من منهما يا ترى قد أحرز الشرف فقال العقل أنا أحرزت غايته فقال العلم أنا الرحمن بيعرف فبيّن العلم تبيناً لا مثيل له طبعاً فقبل العقل رأس العلم وانصرف إيه العقل؟ العقل عبارة عن واحد أعمى في إيده عصايا العصايا بتاعته دي لو واحد أعمى شاف الله الجميع ودولي سيادنا بس أنا بضرب مثال لو واحد أعمى في إيده عصايا وبيحسس الطريق مسافة الرؤية بتاعته اللي لازم يحترمها هي مسافة المجس بتاع العصايا لو العصايا طولها متر يبقى لازم يحترم المتر ده دي حدود الرؤية اللي ربنا أتحاله خلاص مفيش كلام إنما ما يجذفش أكتر من كده فالعلم فالعقل له فروع ووسائل زي العصايا كده بالنسبة للأعمى العقل أعمى إنما عصيانه إيه العصايا بتاعته البصر السمع الشم المذاق التزوق الإعلحس بس أكتر من كده لا تقول لي طب لو جبنا عدسة مكبرة أو ماكريسكوب هتبقى برضو حدوده حدود المسافة بتاعت الماكريسكوب أو حدود المنظار المقرب ما يقدرش يتجاوزها وكل ما قوي المنظار كل ما قوية العصايا أو طالة العصايا بتاعت الأعمى إنما لا تتجاوز حدود العقل لأن العقل لا يستطيع التكاهن بما لا يعرف لذلك كل الغيبيات قريبة من العقل ولا بعيد عنه مش مجاله خالص يعني العقل ما لوش مجال في الغيبيات